Bonjour et bienvenue Dans cette séquence, nous allons travailler sur la notion d'égalité de deux ensembles Quand est-ce que deux ensembles sont égaux ? Un ensemble E est égal à l'ensemble F قبل qu'on nous a donné le تعریف النظري مجموعاتين متساويتين يعني هما مجموعاتين سيكون لديهم نفس العناصر يعني حس مجموعاتين c'est un ensemble d'objets ou bien collection d'objets qui se caractérise par une propriété ou cette propriété c'est un critère d'appartenance à cet ensemble un ensemble E qui est défini par compréhension يعني par exemple l'ensemble E il y a N un nom naturel tel que N pair ou la il y a N un ensemble E il y a N un ensemble E comme l'ensemble F et le 0 2 4 6 etc en ce moment E c'est F car c'est une autre extension ou fait ou l'autre mais ne pas et ce n'est pas ce qu'on dit c'est un ensemble C'est يكون أي عنصر خليتي من E تلقى في F وأي عنصر خليتي من F تلقى في E كيف أشعر نبراه للمسألة؟ أولاً إذا كان أي عنصر من E تلقى في F يعني أن E تنكره في F وأي عنصر من F تلقى في E يعني أن F تمنى E ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان X ينتمي E هذا يستلزم بأن X ينتمي إلى F وإذا كان X ينتمي إلى F هذا يستلزم بأن X ينتمي إلى E واضحة حقاً شكاً باش عرفنا الجمعة A include B ما تعني؟ كالك سوى X من l'ensemble E إذا كان X ينتمي A يستلزم بأن X ينتمي B طبعاً E هي l'ensemble ينتمي بأن X ينتمي A و B نفترض أن O هي هذه وهنا عندي A وهنا عندي B مثلاً إذا هنفضل الرسم هذا A ليس ذي من B ولكن إذا أعطيت رسم آخر يمكن أن نعطي A ذي من B مثلاً نخد هذي هي B ونجيب أهنا إذا نعطي A وهذا B إذا لدينا عادة B أي عنصر يعني نفسه هنا نحن نضيف شروحات اضافية في كل مناسبة لكي نجعل الله تعالى كل شي يفهم معنا كل شي يقدر يتبع وحن نضيف شروحات ايكسaux مثلي خدرت في كل مناسب ب Evet او كتساوي اف اذا خصك تنطلق من ان اكس كنت تعمل او ماذا تحقق الشرط اللي كتحقق هذه التكافؤات المتتهلية حتى توصل بان اكس كنت تعمل اف احنا غنشوف مثال توضيحي. اذا غدنا نمشي ونشوفو اللغة مارك. يعني اللي شفنا لان او كتساوي اف. اللغة مارك. هنتكلموا فيها على وقت او كتخالف اف. طبعا درنا هنا نيغاسيون. اذا غدروا نيغاسيون تدي الهاتي. يعني ان او نيبا انكلو. ماشي انكلو. نيبا انكلو دون اف. و اف نيبا انكلو دون او. بمعنى اخر. ان اكس. يعني طبيعة الحالة قبل من هاد المرحالة. ممكن ننغرو بي انا. بشي كل شي فهم. لان او تخالف اف. رهي نيغاسيون. ديال او تساوي اف. نيغاسيون ديال او تساوي. قلت تساوي اف سيو خالف. ادن هادا يو كافي. انا ديال ايغاسيون. ديال او ديمن اف. و اف ديمن او. نيغان جيون ديرو. نيغاسيون ديال هاد. ديال او ديال او تساوي اف. او اف. بمعنى اخر. أن غلق واحد X كي ينتمي إلى E AX لا ينتمي إلى F أو يوجد X كي ينتمي إلى F و X لا ينتمي إلى E هذا باختصار مع معنى E يخالف F إما تلقاه هذه أو هذه وحده في يوم كافية كي ينتمي إلى E يخالف F المرة الآن إلى مثال التي تتبقى لها تشاريع الأشخاص نحن نأخذ مثال تبقى معي الفيديو تلقى كي ينتمي إلى نحن نحن للإجارة ينتمي مثال الأول ينتمي إلى الأنساب و الأنساب 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 ينتمي إلى الفيديو تلقى الفيديو تلقى الموان 2 و F هي الانتغفال 1 السؤال مانترون ك E إجار F إذن قبل ما نجاوب على هذا السؤال نكركم بحدة خاصية كيف قلت تلقى تلقى حقيرة ولكنها خطيرة يعني تلقى عدد موجب فهذه تكافئ بأن X محصور بين و ناقص مزيان إذن يعني نعبر على المجموعة ونفصل فيها فنحن سنحيذ هذه القيمة المطلقة يعني سنمشي كيف ما قلنا بتكافؤات X ينتمي إلى E يكافئ ماذا يكافئ؟ أن القيمة المطلقة لX ناقص 1 يكافئ سنستعمل هذه الخاصية يعني X محصور بين ناقص 1 يكافئ أن X هذا ناقص 2 لكن نضيفه 2 يعني يكافئ أن X محصور بين 1 زائد 2 يعني أن X ينتمي إلى المجال 1 3 أي أن X ينتمي إلى F وبالتالي E يساوي F نتفقين إذن من بعد ما بينا هذا المثال الأول نرى مثال ثاني في نفس الموضوع وهو تساوي مجموعتين هنعتبر مجموعة E كتساوي أول مجموعة نسميها A ما عليش مشكلة تسميها A لاحظة هي المجموعة الأزواج X جذر X زائد 1 حيث X ينتمي إلى 1 زائد لنهاية ومجموعة B هي مجموعة الأزواج X 2 ناقص 1 X بحيث X ينتمي إلى المجال سفر زائد لنهاية السؤال المجموعة البديهي هو بيين أن A يساوي بي مدخي A يساوي بي إذن المجموعة A إذا ركزنا بزيان راها العناصر ديرها عبارة على الأزواج يعني مني غلنا أخذنا واحد العنصر A ينتمي إلى A يعني معنا ذلك يعني أن A يكتب على شكل X Y زوج بحيث أن الأرتوب يهو Y يكتب بدلة الأفصول بهالطريق نارمال ما هو هادره هو Y إذن فت الحالة Y كي ساوي جذر X زائد 1 حيث X ينتمي إلى ناقص 1 زائد لنهاية يكافئ A هو X Y ينتمي إلى إجراء إذا ركزنا مزيان عندنا الأفصول بدلالة الأرتوب ما يتبعون يتبعون يكون هنا لكي ألعاب الطورات للأفصول X و هناك ألعاب على إجراء بدلالة الأفصول لا غير الأكس يعني لما أنه هنا عندنا الأرتوب بدلالة الأفصول هنغلوا العكس و نحاوله نكسبه الأفصول بدلالة الأرتوب الأرتوب هنا هو X يعني عم سيفا عام اخوضوا الفكرة العامة باش تفهموا لان اكس هنا ممكن تكون تي 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 ممكن تكون او 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 ممكن تكون اي حرف اخر منشي بالضرورة ولكن الموقع فين كينا ذاك العدد هذا ارتو وهذا افصول كاللاحظ إنّا الأفصول اسبريةamos بأن 어쨌든 أ في الضرورة هنا نفس الشيء الضرورة مكتوب بدلالة الأفصول يعني وس Investar con 1 لان هي اكس زائد واحد حيث ينتمي الى صفر زائد لا نهاية. علاش? لان هنا خاص يكون هذا موجب باش نقدروا الرفع اوس اثنان اولا. شرط ضروري. باش علاش لان الكن هذا السالي واذا ما كنتش حل. ثم نتابع. هي المجموعة الازواج اكس ايقرائك. بحيث ايقرائك اوس اثنان ناقص واحد تساوي اكس. اذا احنا كتبنا. اكتبنا المجموعة. مبلت عدنا المجموعة هي مجموعة العناصر. ا اكتساوي اكس ايقرائك. وبالتالي اذا بغان بالدل اكس بيقرائك وستنان ناقص واحد اذا ا غتساوي ايقرائك وستنان ناقص واحد ايقرائك. حيث ايقرائك ينتمي الى صفر زائد لا نهاية. هاد العنصر هذا اللي وصلنا له. فهو كيمتل الشكل دي العناصر المجموعة بي. يعني اذا يعني بان ا ا ينتمي الى بي. هلاشي انه لاحظوا افصوله اكس ايقرائك اوس اثنان ناقص واحد وارتبه ايقرائك. هذا نفس الشيء اكس اثنان ناقص واحد وارتبه ايقرائك. المتغير هنا اكس كيلعب الدور دياله نفسه متغير ايقرائك ومجرد متغير. المواقع هو اللي مهم. يعني يخص يكون عندك نفس الشكل. لاحظ هنم زيان. هاتلا فاهم هادي نفسها نفس هاتلا فاهم. دي ما اكس مربع ناقص واحد ايقرائك مربع ناقص واحد. هنا عندك اكس. الي عندك ايقرائك مربع ناقص واحد خصي يكون عندك ايقرائك. ممكن تكون عندك مسلا تيقرائك هذا حتى هو تنتمي لبي. زاد مربع ناقص واحد زاد. حتى هذا تنتمي لبي. كيف ما كان زاد. المهم هو زاد انه عفونا لا ماشي كيف ما كان. خصونا يكون زيرو بلس لانفيني وهنا زاد زيرو بلس لانفيني. نتمنى يكون هاتشي واضح. ونتمنى ونتلقى ان شاء الله فيديو مقبل. ما تنسوش تشتركوا في القناة. عندكم ملاحظات مرحبا. وإلى اللقاء.